اشتركوا في القناة إلى كل أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود كما تقدم بالشكر لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية على تعاونها البناء مع اللجنة في تقديم المعلومات المواثقة التي تعكس حجم التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجالات التنمية المستدامة فضلا عن مد المنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المحدثة لاعتماد التقارير والمؤشرات الخاصة برصد مختلف جوانب التنمية في المملكة وأكد المطوع أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر شملت اللجنة باهتمامها ومتابعتها المستمرة وهو الأمر الذي دفع عمل اللجنة وأسهم في نجاحها في تحقيق أهدافها ونوه إلى أن مملكة البحرين تمتلك سجلا متميزا في وضع المؤشرات الوطنية ومتابعة التقدم في إنجازها وهي بذلك تتفوق على العديد من الدول مشددا على ضرورة قيام الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة المسؤولة عن إنتاج المؤشرات الوطنية في مختلف القطاعات بمتابعة وتحديث بياناتها بشكل دوري وخلال الاجتماع قدم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عرضا للتقرير الدوري حول فريق العمل المعني بالتقارير والمؤشرات الإقليمية والدولية وما تم بشأن وضع قائمة بكافة التقارير الإقليمية والدولية التي يتطلب تزويدها بمعلومات وتقارير وإحصائيات من مملكة البحرين وأرصد التجاوب مع متطلبات التقارير والساعي نحو تحسين تصنيف وتقييم المملكة على أساس هذه التقارير كما قدم المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة والتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري عرضا للمذكر المشتركة بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر